إذن الحكومة اليمنية تقول إن تحرير الحديدة سيشكل الخطوة الأولى على طريق تأمين الملاحة في باب المندب لكن دعونا نتعرف على الملاحة عبر هذا المضيق مضيق باب المندب أولاً هذا المضيق يستحوذ على 7% من الملاحة العالمية فالممر هو رابع أكبر الممرات العالمية من حيث عدد سفن التجارية وناقلات النفط التي تمر فيه سنوياً يسجل عبور 12 مليون حاوية في هذا المضيق إضافة إلى 21 ألف سفينة وناقلات نفط بواقع 57 سفينة يومياً أي ما يشكل حوالي 3 ملايين برميل نفط يومياً و300 ألف بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فقد تدفق عام 2016 ما يقدر بنحو 4.8 مليون برميل نفط يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية نحو أوروبا والولايات المتحدة وأسيا المضيق يمثل كذلك أهمية بالغة لمصر خصوصاً وأن نحو 98% من البضائع والسفن الداخل عبر قناة السويس تمر عبره بحسب أرقام قناة السويس فقد مر من خلال باب المندب عام 2014 سبعة عشر ألفاً ومئة وثمانين وأربعين سفينة بحمولة تصل إلى أكثر من 962 مليون طن بلغت حمولات النفط منها 163 مليون وخمسة وثمانين ألف طن بينما بلغت حمولات الغاز الطبيعي في الفترة نفسها 66 مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف طن كما تشير التوقعات إلى أنه في حال إغلاق مضيق باب المندب فسيرتفع سعر النفط خمسة دولارات للبرميل الواحد فسيرتفع سعر النفط خمسة دولارات للبرميل الواحد